أول طريقة تعليم قراءة الكتابة هي طريقة تعليم الأحرف طبعاً ما سنشر الفيديو كامل بوجود للأيوتيوب وهذه هي طريقة للكبار والصغار المو بس لأطفال أول طريق هي تعليم الأحرف مل تريد تعلم الأحرف؟ أول شي تحفظ الأحرف ثاني شي من تريد تعليم الأحرف؟ حفظ الأحرف بالأصوات وليس بالمسميات مثلاً الألف أو الأليف لا تقول لأه الباء م SUR باء تÃ يك Veg يعني هات شار الفضلة إياها حتى يعرفها اسم لأن هذه المسميات الألف والبا والتا هذه المسميات ما رح يستفاد معتها هو من يقرأ رح ينطقها ب ت فلازم تعلم هذه الطريقة ولازم تحفظ الأحرف في البداية وطريقة تعلم الأحرف بها خطوات أول خطوة عندنا الحروف المفتوحة لازم تعلم شنو الحروف المفتوحة من يحفظ الأحرف لازم يعرف الحروف المفتوحة مثلا أ ب ت مثلا صير كلمة تدمج لكلمة تكون لك كلمة صير ك ت ب د ر س وبعد نطلعه خطة الليسة الحراف المكسورة الحراف المكسورة حراف المفتوحة والمكسورة والحرف بالضمة مثلا سوريقة أخيذة فهمة شوريبة حرف مضموم وحرف مكسور وحرف مفتوح هذه هي أول طريقة هذه الطريقة يرادل أوقت هذه الخطوات أنت مو بفترة قصيرة تريد تعلم إياهن وتريد حفظ إياهن وتريد يستوعبهن لا حسب استيعابه وحسب حفظه وحسب فهمه للأحرف وحفظه لهم ولفظه لهم فلازم علي كيفك شوي شوي للطفل أو للشخص الكبير مثلا ذات التعلمه علي كيفك لحد ما يحفظ الأحرف بالضمة والفتحة والكسرة ويحفظ أسماءهن ويحفظ شكلهن ويحفظ كتابتهم تعلم بقية الخطوات اللي راح يشرحن هسا ثالثاني هي بعد ما يعرف الأحفظ ويثقنهن تعلم تعليم حركة السكون اللي هي شنو المثال عليها أب أد إذ يعني الحرف ساكن لا تحركه لا فتح لا كسرة ولا ضمة حرف ساكن أب أد إذ ثالثة هي تعليم المدود والمدود شنو تعليم المدود بيها حركة طويلة المدود هو حركة قصيرة الحركة الطويلة مثلا ب ب ب مثال على هذه ساجد عابد ساجد عابد هاي الحركة الطويلة أما الحركة القصيرة هي ب ب ب مثلا سجدة عابدة هذه تعليم المدود طريقة الرابعة تعليم الشدة بس مو تعلم شدة يا ورد لا تعليم الشدة تعلم شنو معنى الشدة الشدة مكونة من حرفين الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحرك مثال على هذا الشيء مثلا قصة قصة دق دل شوف يعني حرف ساكن وحرف مفتوح تعلمه شنو معنى شدة مثل ما قلت لكم أول واحد ساكن والثاني مفتوح أو مكسور أو مضموم المهم متحرك يعني وهالي أمثلة عليها قصة هو حرفين بس تكتبه حرف واحد وتخلي عليه شدة سواء كان مفتوح أو مضموم حسب والطريقة الخامسة هي تعليم التنوين والتنوين دائما على الحرف وليس على الألف والتنوين يصير بالضمة ويصير بالكسرة ويصير بالفتحة مثلا بن أو تن بالكسرة مثلا بن تن بالفتحة بن من مثلا حسب الحرف أنت والتنوين يصير عليه طريقة السادسة هي تعليم اللام القمرية واللام الشمسية رح يقول لك شنو اللام القمرية واللام الشمسية اللام القمرية واللام الشمسية اللام القمرية تكتب ولا تنطق مثلا المطر المطر القمر هاي اللام قمرية أما اللام الشمسية تكتب ولا تنطق مثلا الشمس الشمس شوف لاحظت انه ما جاء الفضل اللام الشمس هي كاتبها الشمس بس أنا ما لفضته الشمس مثلا الصباح النهار الصباح وهذه معنات اللام القمرية واللام الشمسية والسابعة تعليم الإملاق لازم تمتحنه وتمليه حتى تتأكد من قراءته وكتابته حتى تتأكد من عنده انه فهم المال ده وحفظ الأحرف وعرف شون يمتحن ويكتب ويكون الأحرف وهذه الشرحتها باقتصار لان هو يطلبها من عندي واني راح أخلي الفيديو كامل باليوتيوب وبقناتي بالتليجرام وراح أخلي معرفي واللي عنده سؤال أو استفسار ويراسني واني بالخدمة تحياتي لكم